حرب أم سلام؟ خدنة أم قتال؟ ما الذي يريده مجلس القيادة الرئاسي؟ في الثامن والعشرين من ديسمبر الفين واثنين وعشرين دعا مجلس القيادة إلى مواجهة المشروع الإمامي الدعبة واتت من داخل الرياض التي اجتمع فيها رشاد العليمي بمحافظي المحافظات الواقعة تحت سلطة ميليشيا الحوثي تفاصيل الاجتماع تشير إلى مناقشة العليم مع محافظي المحافظات غير المحررة كيفية مواجهة الحوثيين حيث أكد المجلس دعمه لما أسماها المقاومة الشعبية في المناطق الخاضعة للميليشيا ما هو واضح أن القيادة العليا المعنية بإدارة الجمهورية اليمنية وصلت إلى رغبة بضرورة نقل معركة إسقاط الانقلاب إلى داخل النطاق الجغرافي لسيطرة الميليشيا الذي يشهد وفق وكالة سبا حالة تدمر وغليان واسعتين ضد سلطة الحوثيين وهي الحالة التي ركز عليها اجتماع مجلس القيادة مع ذلك بدى الاجتماع بالنسبة لمراقبين عبثيا حيث أتت دعوة مواجهة الحوثيين في مناطق سيطرتهم من داخل الرياض وليس من اليمن كما أن المجلس لم يدعو إلى وضع خطة تتضمن تحريك القيوش العديدة المنضوية تحت كيان المجلس بل اكتفى بدعم المقاومة الشعبية في مناطق الحوثيين أي مقاومة يقصدها القادة المقيمون بالسعودية؟ يتساءل يمنيون وما نوع الدعم الذي سيقدمه محافظون مفترضون لمحافظات غير محررة بينما يستفهم آخرون عن سبب استمرار تعطيل قدرات الجيش في مأربة وتعزة وغيرها من المحافظات المحررة ولماذا لم يتم توجيهها نحو معركة تحرير واحدة؟ تكمن الإجابة في أبريل 2022 التاريخ الذي كتب فيه نص إعلان نقل السلطة من هادي إلى مجلس القيادة وهو الإعلان الذي حصر مهمة المجلس بالتفاوض مع الحوثيين التفاوض الذي يحظى بدعم إقليمي ودولي أما قصة مواجهة الحوثيين من داخل مناطقهم فلست هي بالنسبة لمتابعين سوى نشاط إعلامي لمجلس لم ينجح في إدارة تبايناته أو حتى إدارة عدن العاصمة المفترضة للجمهورية اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر